بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم تربية العظماء كما ذكرنا سابقا أننا نهدف من خلال هذه الحلقات إلى إلماحات حول جوانب العظم والتميز في شخصيات هؤلاء الرواد وجوانب التربية التي تصنع هؤلاء العظماء والوعي التربوي والفقه التربوي الذي يصنع هؤلاء العظماء اليوم نتحدث عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما جلس الإمام الشافعي وهو الإمام العظيم الكبير القرشي المطلبي لما جلس في بداية طلبه للعلم بين يدي الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه جلس بين يدي هذا الشيخ العظيم الجليل يتلقى منه العلم وقرأ عليه موطأ الإمام الذي جمعه في سنوات طويلة لما رأى الإمام مالك من موفور عقل الإمام الشافعي وذكائه وحدة ذلك الذكاء وجودة قريحته وطلاقة لسانه وحلاوة بيانه وما رأى له من موفور الذكاء والموهبة قال له كلمة جميلة عظيمة وهي لفتة مهمة جدا في جانب من جوانب التربية لشخصية العظماء قال له يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية هذا جانب من جوانب التربية المهمة وهي جانب التربية الإيمانية جانب التربية الإيمانية وبناء وتقوية الصلة بالله عز وجل إن تربية العظماء لا تقتصر فقط أيها الإخوة والأخوات على تنمية الجوانب العقلية والجوانب الفكرية وجوانب النبوغ والذكاء إن الذكاء من دون ذكاء هو وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة كما قال الإمام الذهبي عن ذلك الذي قد انحرف في فكره ابن راوندي لقد أوتي ذكاء ولم يؤتى ذكاء وكان من أذكياء العالم الإمام الشافعي جمع الله له الخير كله فقد كان موفور الذكاء حسن البيان واسع الفهم وسريع الحفظ وقوي الذاكرة فلفت الإمام مالك أستاذه وشيخه لفت انتباهه إلى جانب مهم في التكوين الإيماني وبناء الشخصية وصناعة العظماء ألا وهو الجانب الإيماني قذف الله في قلبك نورا إقبال على الخير حب للخير سرعة في الحفظ قوة في الاستعدادات تمكن في القدرات وسعة في هذه القدرات حينها ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله إياها فلا يصرف هذه النعمة ويمحق بركتها بالمعصية إن هذه الأنوار التي في القلب تطفأ بمعصية الله عز وجل وقد ذكر ابن القيم صورا كثيرة لشؤم المعصية ولتأثيرها على العقل وعلى النفس وعلى الروح وعلى الجسد وعلى العلاقات وعلى حتى البيئة من حولنا قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وقبولا لدى الخلق ولدى الناس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّ كذلك السيئة لها كآبة وظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووحشة في القلب وأيضا تمنع الرزق وإن الإنسان ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كمن في مسند الإمام أحمد إذن المعصية سبب لأطفاء نور الهداية الإيمان العلم النباهة علينا أن نحرص في تربية أبنائنا وبناتنا وطلابنا على أن يعمروا قلوبهم بالإيمان ومحبة الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر